بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء في مقرر machine elements design 1 نستكمل معا شابتر 3 failure theories او نظرات الانهيار المتعلقة بتحميل الاستاتيكي النظرية الاولى اللي هي maximum principle stress theory ودي بتتعامل مع brittle materials اللي احنا شفنا المنحنة بتاع الاجهاد والانفعال stress train diagram الخاص بيها واهم ما يميزل brittle materials are relatively strong in shear قوية في تحمل shear stress but weak in tension and compression or compression وضعيفة تجاه tensile stress او compressive stress عشان كده ignores the possibility of failure due to the shearing stress طبعا بهمل احتمال انهيار المادة البريتل تحت تأثير shearing stress therefore it's not used for ductile materials عشان كده لا تستخدم بالنسبة للإيه للductile materials النص بتاع النظرية هو عبر عن failure occurs اللي انهيار بيحدث at a point in a member عند نقطة في الجزء اللي بيتعرض للاجهاد when the maximum principal stress or normal stress اللي احنا بنقول عليه sigma x اللي هو principal stress او maximum stress لما reaches بيوصل الى limiting strength of material in a simple tension test طب الليمتينج هنا اللي هو ايه اللي هو sigma ultimate يبقى sigma x اللي بيتعرض لها الجزء لو وصلت لأقصى قيمة عند اللي هي sigma ultimate الفيليار هيحصل عشان كده انا بحاول دايما ان ال stress اللي انا بعرضه اللي بعرض الجزء ليه يكون اقل من sigma ultimate دي ولياكم مثلا هنا الشكل ده والنقطة دي بسميها sigma design او sigma work اللي هو اجهاد التصميم او اجهاد التشغيل وهنا باخد factor of safety او معامل امان بقسم فيه sigma ultimate اللي هو اقصى قيمة هنا على sigma design او sigma work بشرط طبعا ان الفاكتور of safety كل مكان اكبر من الواحد الصحيح كل مكان افضل يبقى في الحالة دي البست لازم يكون اكبر من المقام عشان يديني معادلة الاكبر من الواحد الصحيح نروح بعد كده للنظرية التانية اللي هي maximum shear stress theory اللي هي نظرية الخاصة بالshear stress واحيانا بيطلق عليها gest theory او ودي طبعا خاصة بال ده المنحنة طبعا الخاص بال وهنا طبعا الحدود بتاعتي اللي هي sigma yield النظرية بتنص على انه الفايلير بيحدث failure occurs at a point in a member عند اي نقطة في الجزء اللي بيتعرض للاجهاب when the maximum shear stress اللي هي tau maximum at a point reaches a value equal to the shear stress at the yield point لما توصل عند shear stress المناظر لسيجما yield في الحالة ديت الفايلير هيحدث عشان كده لازم اخد الفاكتور اوف سيفتي اللي هو بقسم sigma yield السقف بتاعي سقف الحدود بتاعتي على sigma design او sigma work كذلك ممكن اخد tau عند ال yield point على ال tau maximum اللي هي دي او مع اعتبار طبعا ان tau عند نقطة ال yield بتساوي sigma yield على اتنين اللي هو اللي احنا قلنا عليها maximum shear stress بيساوي sigma x principal stress على اتنين وبكده نكون انهينا شابتر 3 اللي هو نظريات الانهيار المتعلقة بالتحميل الاستاتيكي والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله